لكثير من مواطنين الانبار فان الاتهامات الموجهة لمحافظهم قاسم الفهداوي بالفساد الاداري والمالي غير واقعية ولا اساس لها من الصحة من يوم ما استلم السيد المحافظ المهام عمله فيه قيادة المحافظة بصراحة يعني ما شفنا غير الايجابي المحافظ دي يشتغل شغل جيد ونظيف لكن يا للأسف الشلة اللي داير ما يدوره اللي ما يفهم واللي دي يشتغل على مزاد مزاده وعمل جيبه الخاص محافظ الانبار اشتغل فتح شوارع فتح شوارع على الخارج نفع المحافظة شوي فتح الشارع الستين فتح خياره اشتغل دي يبني عماير فيما يشير البعض الى ان الخلل يكمن فيما يحيط بالمحافظ مؤكدا براءته من التهم الموجهة اليه المحافظة الرجالي اللي هو ايضا دي عقلية هندسية دي اعماله دي تعاونه المحافظة والمشاريع عدنا عدها بالتعاون موجود بالمجلس المحافظة والمحافظة بعد ما تعد هذه المشاريع والصادق عليها مجالس الاقضية والنواحي وترفحها انه والمشاريع موجودة وكفو فنيا واداريا واذا اتينا على ناحية النزاهة فلا نعتقد ان نشكك به باي شيفة ومن الرجال النزيهين الامناء الجيدين ورغم التأييد الكبير الذي اظهره اعضاء حكومة الانبار المحلية للمحافظ الا انهم لم يمانعوا في الوقت نفسه ان يأخذ القضاء مجره في الاتهامات الموجهة للفهتاوي المسؤول الوحيد في الانبار الذي تعرض منذ تسلمه للمنصب حتى الان الى اربع محاولات اغتيال كانت اشدها عام 2009 حين فقد على اثرها احدى ذراعي اشتركوا في القناة